بعد أن سحرت أنظر العالم بجمالها إبانة تولي مزهر الشاوي إدارة الشركة العامة للموانئ العراقية نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي سرقت منها حاليا ابتسامة الجمال وانعدمت روائح الورود منطقة المعقل تعاني التلك الخدمي والإهمال الحكومي على الصعيدين المحلي والمركزي ولأهليها الحديث عن جمال الماضي وما يحمله حاضرها من معانات هم ب tries خلوه مسر الشاوي وما ب careهم ما تقل لي المعقل يعني تجيب المعقل على معقل قبل مال مسر الشاوي ماكوش حد شيء المعقل معقل فإسآني قل لك هم ما قدالي هم مشدوا يا المعقل شد كل الحكومات شيء ما شدوا يا المعقل إلا اتآخذك فرع هلسا على المعقل إلا اتآخذك فرع على المعقل يعني المعقل تجيبها على السبعينات لا ما كيش حاج والله أنا مساء وجماعتي الشارع كان محفور طسات إن باوا إلى السيارات يجون يصير ازدحام هنا أنا جماعتي السوالة جبنا طابوقات وحطنانا وطمنا فوقها نرمض وجاي يحفر الشارع وضمن الواقع الخدمي المزري للمعقل ناشدت إحدى السيدات المنطقة جميع المعنيين لحل عقدة أزلية تتعلق بمنظومة تصريف المياه الثقيلة التي تمثل الجزء الخدمي الأكبر والأهم في المنطقة العقدة تمثلت برمي كرة الإخفاق الخدمي بين الشركة المنفذة والحكومة المحلية قاعدة على مود السكن لدي خمس بنات هنا هذا المويمة للشارع أنا أبزل المويمة الغطاس الغطاس فارغ بس مويمة الشارع يرجع علي الكهرباء بالقاع إذا مطرت بالليل للصباح تكرمون لابست جزمي وواقفة ناشد المحافظة ناشد المستشار المحافظة ناشد أريد لبسوا المديرية البلدية المجاري تقول إحنا على المقاول المقاول يقول المحافظة ما يطوني فلوس سكان البصرة فقط أو من يزورها سيصدق بأن هذا هو حال واحدة من أجمل مناطق الخليج العربي سابقا فمن سيتغنى بها أو ينظم لها قواف الغزل والإعجاب في ظل انهيارها الخدمي الحالية الصورة الحالية تثبت بأن الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة لم ولن تحافظ على جمالية المعقل الجميع خان الأمانة التي منحها إياهم مزهر الشاوية من البصرة أركان تقي قناة التغيير